بسم الله الرحمن الرحيم وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام فمن رحام ببيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس التاسع عشر من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه على أحاديث عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه المنعقد في هذا اليوم الأربعاء العشرين من شهر شوال سنة أربع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا المجلس نتم ما بقي لنا من أحاديث باب الجنابة في كتاب الطهارة وهي الثلاثة الأحاديث الأخيرة في الباب السادس والسابع والثامن حديث عائشة في مسألة طهارة المني وحديث أبي هريرة في وجوب الغسر بالتقاء الختانين وحديث جابر في مسألة مقدار المغتسل الذي كان يغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائرين الله تعالى علماً نافعاً وعملاً صالحاً وسداداً وهدايةً وتوفيقاً وإرشاداً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه قال رحمه الله اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته هذا الحديث المنعقد في هذا الباب مبنية مسألته الأم على مسألة طهارة المني ونجاسته وهي مسألة الخلاف فيها قديم بين الصحابة رضي الله عنهم فمن جاء بعدهم فجاء عن عمر وابنه عبد الله وأبي هريرة وأنس وجابر ابن سمرة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعاً القول بنجاسة المني وهو ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى فيما نقل أيضاً عن بعض الصحابة كابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهم جميعاً القول بطهارة المني وهو الذي اختاره الإمامان الشافعي وأحمد رحم الله الجميع فمسألة طهارة المني أو نجاسته مسألة الخلاف فيها قديم ومن أحاديث الباب المهمة في المسألة هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تصف شأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمني إذا أصاب الثوب ومنه اختلف الفقهاء في فهم دلالة الحديث وفيما سنقرأ من كلام المصنف رحمه الله وتعليقه والفوائد وما يستبط فيها من الأحكام إلا أن فيها ملمحاً مهماً للمتفقهين من طلبة العلم وهو أنه ربما كان سبب الخلاف في المسألة بين الفقهاء اختلاف النصوص الواردة فيجتهدون في فهمها والتوفيق بينها وربما كان مأخذ الخلاف بينهم نص واحد دليل واحد آية كانت أو حديثاً وإنما يكون التفاوت في الفهم والاستنباط وهذا منه فوائد جمة منها سعة الاستنباط أن مدارك الفهم قد تتعدد ولو اتحد الدليل ولنا في ذلك أصل عظيم في حديث بني قريضة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريضة فمع اتحاد النص الذي سمعه الصحابة رضي الله عنهم حصل الاختلاف الناشئ عن الاجتهاد في فهم النص فكان قولاً وكان مذهباً وكان رأيان وصوَّب النبي عليه الصلاة والسلام كليهما وأيضاً من فوائد ذلك أن يتسع فهم طالب العلم لمدارك الخلاف بين الفقهاء وأن الاجتهاد المبني على الفهم ودقة النظر في دلالة الدليل باب واسع تتفاوت فيه الأنظار ومن الفوائد أيضاً إعذار أهل العلم والتماس المحامل التي قال بها أولئك العلماء أقوالهم في تلك المسائل فيفقه طلبة العلم في مثل هذه المسائل ما آخذ العلماء وتتسع الأنظار ويعظم في نظر طلاب العلم قدر علماء الأمة لأنهم بنوا اجتهادهم على نظر دقيق وربما كان الدليل الواحد مورداً لأكثر من قول ومذهب فقهي في المسألة ثم أخيراً تنمو لدى طلبة العلم من المتفقهين ملكة النظر والتعامل مع الأدلة وسلوك مسلك العلماء في تعميق النظر واتساعه وإعطاء النصوص الشرعية حقها من التأمل والنظر والاعتبار حديث عائشة رضي الله عنها وقد سمعتموه تقول كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه تقول أغسل الجنابة ما الجنابة؟ أليست الجنابة الوصف القائم بالبدن؟ تقول فلان عليه جنابة يعني أصابته جنابة منعته من الصلاة وقراءة القرآن والطواف ونحو ذلك فما الذي غسلته عائشة رضي الله عنها؟ تقدم معنى سابقاً أن المصنف رحمه الله أشار إلى أن الجنابة تطلق على معنيين وسينبه عليه ما في آخر شرحه هذا الحديث إما المني وإما الوصف القائم بالبدن وهنا قصدت المني وسمته جنابة كنت أغسل الجنابة يعني المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال هذا المني الذي كان في ثوب المصطفى عليه الصلاة والسلام كان احتلاماً أو جماعاً يقول العلماء الاحتلام في حقه ممتنع عليه الصلاة والسلام لأن الاحتلام رؤيا من الشيطان يرى فيها النائم ما يثير شهوته فيخرج منه المني ومثل هذا لا يقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يبقى إلا أن يكون هذا المني عن جماع حصل والجماع إذا حصل سواء كان إنزالاً أو من غير إنزال ربما أصاب الثوب بعض المني وهي الذي قصدته عائشة رضي الله عنها في غسلها إياه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن قولها أغسل الجنابة إما أن تكون المقصود أثر المني الأثر الجنابة الذي كان على ثوبه عليه الصلاة والسلام تقول ولقد في لفظ مسلم كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه ما الفرك الدلك الفرك بفتح الفاء الدلك وبكسر الفاء الفرك هو البغض لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كريها منها خلوقاً رضي منها آخر نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته فقال الشافعي وأحمد بطهارته وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته نعم ومن قال بطهارته أيضاً داود الظاهري وقد سمعت من الصحابة رضي الله عنهم من قال بالطهارة ومن قال بالنجاسته أيضاً والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية إزالته فقال مالك يغسل رطبه ويابسه سيسوق المصنف رحمه الله الآن ها هنا مآخذ من قال بالطهارة ومن قال بالنجاسته لكن ابتداءاً ظاهر الحديث أيفهم منه طهارة المني أو نجاسته كون عائشة رضي الله عنها تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا يدل على طهارته أو نجاسته في الظاهر يدل على النجاسة لأنه لو لم يكن نجساً ما غسلته يعني لو كان طاهراً لأبقته هذا القدر من الجملة في حديثها رضي الله عنها ظاهر قوي في نجاسة المني لكن الرواية الأخرى في قولها أفروكه فركاً فيصلي فيه يدل دلالة ظاهرة قوية على طهارته إذ لو كان نجساً ما اكتفت بفركه الفرك أو الحت أو الدلك إذا كان يابساً في الثوب يعني ماذا لو أن نجاسة أخرى كدم مثلاً أو غائط ونحوه أصاب الثوب ثم يبس أيكفي دلكه الجواب لا لا بد من غسله فالنظر إلى جزء الأول من الحديث يقوي ظاهره القول بالطهارة والنظر إلى الشطر الآخر يقوي ظاهره القول بالنجاسة فلذلك اختلف القولان في فهم هذا النص من حديث عائشة رضي الله عنها فمن قال بالطهارة كما كالشافعي وأحمد وداود يحتاج إلى الجواب عن الغسل فلماذا غسلته؟ قالوا ما غسلته إلا تنظفاً وتطييباً وليس إزالة للنجاسة كالبصاق والعرق وسائر الأوساخ والأقدار إذا أصابت الثوبة يغسله المرء تطيباً وليس إزالة للنجاسة ومن قال إنه نجس يحتاج إلى الجواب عن الفرق فإن كان نجساً فكيف يكتفى بفرقه؟ فاحتاج أيضاً إلى تأول لمعنى الفرق قالوا لا هذا فرق بالماء تدلوكه بالماء فسمي فرقاً وسيأتيك موجز الخلاف في المسألة وسيسوقه المصنف رحمه الله تعالى تباعاً نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفية إزالته فقال مالك يغسل رطبه ويابسه وقال أبو حنيفة يغسل رطبه ويفرك يابسه الآن كلاهما قائل بنجاسة المني أما مالك رحمه الله فيقول بغسله سواء كان رطباً أو يابساً وأما أبو حنيفة رحمه الله فأخذ بظاهر الحديث يغسل إن كان رطباً ويفرك إن كان يابساً فنحتاج أيضاً لفهم دليل الإمام مالك أما غسله رطباً فظاهر في قولها كنت أغسله فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه فاحتاج المالكية إلى أن يجد دليلاً لمسألة غسل اليابس منه والحديث يدل على الاكتفاء بفركه وقد سمعت قالوا المقصود به الفرك يعني إما أن تقول يعني الدلك بالماء أو تقول هو فرك يعقوبه غسل بالماء ليجمع بين الفرك وبين الغسل وسيأتي أيضاً الإشارة إلى هذا قال أما مالك فعمل بالقياس في الحكمين أعني نجاسته وإزالته بالماء أما نجاسته فوجه القياس ألا سيحتاج إلى ذكر ما أخذ الإمام مالك رحمه الله في شقين من المسألة الأول نجاسة المن يعني الحكم بكونه نجساً والثاني الاستدلال على إزالته بالماء رطباً كان أو يابساً قال أعمل الإمام مالك رحمه الله القياس في الحكمين نجاسة المن وإزالته بالماء ليس بالضرورة أن يقصد بالقياس ها هنا القياس الأصول إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة مشتركة لكن المعنى الأعم وهو إلحاق الفرد بنظائره أو إلحاق المسألة بقاعدة كلية مضطردة في الشريعة ذات أمثال وأشباه ونظائر فيكون هكذا قياساً بمعناه العام نعم قال أما مالك فعمل بالقياس في الحكمين أعني نجاسته وإزالته بالماء أما أبو حنيفة رحمه الله فسيأتي ذكره بعد قليل أما نجاسته فوجه القياس فيه من وجوه أحدها أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه نجسة والمني منها فليكن نجساً وثانيها أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها أي من الأحداث الموجبة للطهارة وثالثها أنه يجري في مجرى البول فينجس هذه ثلاثة مآخذ قياسية للقول بنجاسة المني لمن قال به كمالك وأبي حنيفة رحم الله الجميع ثلاثة مآخذ قياسية يعني ليست دليلاً من الشريعة من الأدلة السمعية كالكتاب والسنة لكن بالنظر إلى القواعد العامة في الشريعة الأول الوجه القياسي والأول أن كل فضلة مستحيلة إلى استقذار تجتمع في مقر تكون نجسة والمني منها فالبول والودي والمذي كلها فضلات ويقصد بالفضل هنا الذي يخرج زائداً فاضلاً عن حاجة البدن فإنه يخرج وفي مقر تجتمع فيه ويقصد بذلك المخرج المتحد فإن مخرج المني والبول والودي والمذي واحد فإذا اجتمعت في مقر واحد وهي فضلات مستحيلة يعني صائرة في مآلها إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه والمني منها فلا نفرق بين المني والبول والمذي والمذي مع أن البول نجس بإجماع والمذي على الراجح فيه والودي كذلك نجس بقي الخلاف في المني فألحق الفرد هذا بنظائره لهذا المعنى المشترك بين كل ما يخرج من مخرج البول الوجه القياسي الثاني أن كل حدث يوجب الطهارة نجس كل حدث البول الغائط المذي خروج الريح الدم الخارج من أحد السبيلين كل حدث يوجب الطهارة فهو نجس والمني يوجب الطهارة فطالما اشترك معها في هذا الوصف أخذ حكمها فيجعل نجسا يعني هذا ترجيح للقول بنجاسة المني ثالث هذه الوجوه القياسية أنه يجري في مجر البول يعني حتى لو قلنا بطهارة المني فإن جريانه في مجر البول يجعله نجسا هذه ثلاثة مآخذ قياسية والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر عليها وللقائلين بالنجاسة أدلة أخرى سواها وتجاوز رحمه الله الخوض في تفاصيل الخلاف الفقهي وكيف أجاب القائلون بطهارة المني لكنها بإيجاز كما قررها عدد من الفقهاء والشراح وتجدها مبسوطة في كتب الفقهاء كابن رشد في النهاية وكما صنع الصنعاني أيضا في تعليقه على شرح الإمام بن دقيق العيد منها مثلا قولهم الفضلة المستحيلة إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه تكون نجسا يجاب عنه أن الحكم بالنجاسة إما أن يكون للانفصال عن الغذاء والاستحالة عن الغذاء أو لكونه خرج من مخرج البول أو لكلا الأمرين فإذا نظرت إلى ما استحال من الغذاء فإن ذلك لا يوجب كونه نجسا فاللعاب والبصاق والمخاط أكرمكم الله كلها فضلات ناتجة عن الغذاء ولا قائل بنجاستها فهذا لا يعم إذن ليس هذا هو المأخذ بقي أن ننظر إلى ما خرج من مخرج البول فهل هذا يوجب النجاسة؟ هل هو إذن ليس نجسا لعينه إن قلنا إنه يخرج من مخرج البول فتنجس إذن معنى هذا أنه لا يلزم أن يكون نجس العين لأن المجرى والمقر الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة وإنما يحكم بعد الخروج والانفصال لنجاسته في عينه والمني ليس كذلك الوجه الثاني الذي ذكروه في قولهم أن كل حدث يوجب الطهارة يكون نجسا والمني منها أجاب عنه بأن الجماع الخالي من الإنزال أيضا يوجب التطهر وليس ذلك لنجاسته ولا يستلزم ذلك نجاسة لحدث أوجب الغسل فلا تعم القاعدة ولا يصح إطلاقها أخيرا بقي القول أن ما جرى مجرى البول ينجس تقدم قبل قليل أن الانفصال عن المخرج هو الذي يتجه الحكم إليه وليس الحكم على المقر الباطني والمجرى الذي جرى فيه المني ولهم أدلة أخرى على القول بالنجاسة منها قولهم مثلا إن المني مبدأه المذي وهو السائل اللزج الشفاف الذي يكون في مبادئ أمر الشهوة يسبق خروج المني قالوا المني مبدأه المذي وقد دل الشرع على نجاسة المذي لما أمر بغسل الذكر وغسل ما أصاب الثوب منه قالوا فما كان مبدأه نجسا يكون مآله نجسا فإذا كان أصله المذي وهو نجس فيكون المني كذلك وهذا أيضا أجيب عنه بأكثر من جواب أنه لا يلزم التسليم بهذا القول من قال إن المني مبدأه المذي بل هما حقيقتان مختلفتان في الماهية والصفات والعوارض والطبيعة والرائحة فلا وجه للاشتراك بينهما ودعوى أن المني مبدأه المذي ولو سلم هذا فإنه أيضا لا يفيد حكما ألا ترى أن اللبن مبدأه الدم من بين فرث ودم لبنا خالصا والدم نجس واللبن وإن كان مبدأه الدم فإنه لا يوافقه لا في صفته ولا في حكمه طهارة أو نجاسة وغيرها من الأحكام بل قالوا المني مبدأ الآدمي فإذا طردنا القاعدة واعتبرنا المني نجسا سيكون الآدمي بجملته نجسا فطرد هذا الأصل لا يستقيم ومنهم كذلك يعني جملة من الأدلة أن المني سمي أذى والأذى نجس أخرج الطحاوي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه قالت نعم ما لم ير فيه أذى وقصدت بالأذى هنا المني قالوا هذا المني سمي أذى كما سمى الله الحيضة أذى قل هو أذى فاعتزلوا النساء وأيضا أنه ترك تقول يصلي في الثوب ما لم ير فيه المني فدل هذا أيضا من وجه آخر على أن المني نجس ولذلك ترك الصلاة في الثوب فيه وأجيب بأن قولها أذى لا يشترط أن يكون دلالة على نجاسة المني لا صريحا ولا تضمنا أو التزاما وإنما قالت ما لم ير أذى تقصد شيئا آخر سوى المني ولو قلنا إن المراد بالأذى شيء من أثر الجماع ربما كان فيه ربما كان أثر دم من المرأة لكان هذا أيضا متجها تقول يصلي ما لم ير فيه أذى فإن لم ير فيه أذى صلى فيه فمن أين لنا أن نحمل الأذى في الحديث في قولها على أن المراد به المني ومنها أيضا حديث الباب عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبت عن عدد من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا وأجيب عن كل ذلك أن غسل المني لا يجيب القول بنجاسته بل ربما كان محمولا على التطيب والتنظف والتنزه لا أكثر وجملة ما أجاب به القائلون بطهارة المني بعد الإجابة عن تلك الأدلة والأخذ بدلالة حديث عائشة رضي الله عنها في ظاهره أصل عام في الشريعة وهو عموم البلوى كما يقول الصنعاني رحمه الله هذا يقطع دابر القول كيف يعني؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أن الأمة شديدة البلوى بهذه المسألة بمسألة إصابة المني في أبدانهم وثيابهم وفراشهم ولم يأمر يوما عليه الصلاة والسلام بغسل ما أصاب من ثوب أو بدن من المني إطلاقا ويستحيل أن يكون كالبولي ثم لا يتقدم منه عليه الصلاة والسلام حرف واحد في الأمر بغسله وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع فدل ذلك مع تصفح نصوص الشريعة ثم لا نجد نصا واحدا صحيحا ولا ضعيفا أنه يأمر عليه الصلاة والسلام بغسل المني إن أصاب الثوب أو البدن أو الفراش فذلك آكد في أنه ليس المراد به نجاسة مع النظر إلى شدة عموم البلوى به وحاجة الناس إلى بيان حكمه ولهذا فإن مما روي أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد أنه كان عليه الصلاة والسلام يسلط المني من ثوبه بعرق الإذخري ويفته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه وهذا صريح في طهارته ومنه أيضا حديث الدار القطن عن ابن عباس لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المني يصيب الثوب قال إنما هو بمنزلة البصاقي والمخاطي وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخيرة والحديث صحيح السند كما قال غير واحد من العلماء كل ذلك مما يقوي النظر في مسألة طهارة المني والاستدلال بالوجوه التي ساقها المصنف رحمه الله أو جها قياسية لمن قال بنجاسة المني عنها إجابات عدة طواها المصنف رحمه الله اختصارا ولأنه ليس من شأنه في تعليقه على الأحاديث الاسترسال في الخلافات الفقهية وعرض الأدلة والإجابات عنها أو الترجيح بل يحيل إلى مآخذ الأقوال ومنطلقات النظر فيها من حيث الدليل ويترك التفاصيل في كتب التفاريع الفقهية والله أعلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما في كيفية إزالته فلأن النجاسة لا تزال إلا بالماء إلا ما عفي عنه من آثار بعضها والفرد ملحق بالأعم الأغلب أما في كيفية إزالة المني يعني أما مأخذ مالك رحمه الله تعالى في مسألة وجوب إزالة المني بالماء لأنه نجس عنده فلأنها حكم النجاسات عموما الآن هو قرر أن المني نجس إذن فلأنه نجس فلا يزال إلا بالماء رطبا كان أو يابسا كشأن كل النجاسات رطبها يغسل بالماء ونجاستها أيضا ويابسها أيضا يغسل بالماء قال فلأن النجاسة لا تزال إلا بالماء ثم ذكر الاستثناء إلا ما عفي من آثار بعضها يعني ما كان من يسير الدم أو يسير النجاسة التي ربما أصابت الثوبة فإن الشرع يعفو عن اليسير منه قال والفرد يلحق بالأعم الأغلب الفرد يعني مسألة المني هنا التي نحن فيها والأعم الأغلب ما عداه من النجاسات فيلحق به في أنه لا يطهر إلا بالماء رطبا كان أو يابسا فماذا عمل الإمام مالك رحمه الله أجر المسألة على قواعد الشريعة المضطردة وهذا من صلب الفقه وتحقيقه في الصنعة الفقهية أن ينظر الفقه المجتهد إلى مبدأ الشريعة في الباب ما بابنا؟ بابنا النجاسة وإزالتها والطهارة وأحكامها فنظر إلى قواعد الشريعة الكلية وأصولها المضطردة ووجد مسألة الخلاف فيها محتمل بين أن نقول بطهارة المني وبين أن نقول بنجاسته فأعمل رحمه الله الأصل العام في الباب والقاعدة الكلية المضطردة وهذا من حيث النظر الفقهي سديد يبقى النظر في الأدلة فما كان منها ظاهره موافقا لهذا القول فالحمد لله وما كان لا يساعد على ذلك فيحتاج إلى نظر وجواب يحتمل تأويلا صحيحا لتلتئم دلالات ظواهر الأدلة مع مقتضى القواعد أو ما سماه المصنف بالوجوه القياسية وسيأتي الإشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله تعالى أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما أبو حنيفة فإنه اتبع الحديث في فرك اليابس ما قول أبي حنيفة رحمه الله يشترك مع مالك رحمه الله في أن المني نجس ويشترك معه في أن المني الرطب يغسل بالماء ويختلف عنه في المني اليابس فيكتفي بفركه فكان معملا أو جامعا بين أصل الشريعة في القول بنجاسة الخارج من مخرج البول وما أوجب الحدث كما تقرر في الوجوه الثلاثة وضم إليها دلالة ظاهر الحديث في الاكتفاء بفرك اليابس فيرد عليه إشكال أي اكتفى بفرك النجس إن كان يابسا إن كان نعم فيلزم من ذلك إلحاق باقي النجاسات به أو إثبات خصوصية المني من بين سائر النجاسات بهذا الحكم قلت إنه نجس وأنه إن كان يابسا يكتفى بفركه فماذا تقول في الدم إذا كان نجسا وأصاب الثوب ويبس أي اكتفى بفركه البراز أكرمكم الله أو الغائط إذا أصاب الملابس فجف ويبس أي اكتفى بفركه فإن قلت نعم فقد خالفت إجماعا وإن قلت لا فعليك إثبات الفرق ولهذا فإن القائلين بالنجاسة يحتاجون إلى جواب عن ظاهر الأدلة ولا يقال فإن قول أبي حنيفة رحمه الله نجى من الإشكال لأنه أخذ بظاهر الحديث وأطلق طرد المسألة مع قواعد الشريعة بل لا يزال ثمة إشكال قائم في لزوم هذا القول لباقي النجاسات أن يقال بها في الاكتفاء بفركها إذا كانت يابسة نعم وأما أبو حنيفة وأما أبو حنيفة فإنه اتبع الحديث في فرك اليابس والقياس في غسل الرطب وابن حبان رحم الله الجميع قال فإن الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى الاكتفاء بالدلك ليس دلالة على الطهارة حتى لا يقال له هذا تناقب فإن كان نجسا لا يكتفى بالدلك قال بلى ألا ترى أن حديث النعلي أنه إذا أصابه أذى يكتفى فيه بالدلك إذا وطي أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما التراب مع أن الموطوء بالنعلي أو الخف ربما كان نجسا فاكتفى فيه بالدلك أو بفركه بالتراب فكذلك مسألة المني حتى لا يقال هذا التناقب تقول بالنجاس ثم تكتفي بفركه إن كاننا يابسا نعم أحسن الله أريكم قال وأما الشافعي فاتبع الحديث في فرك اليابس الشافعي وأيضا المعتمد في قول أحمد وهو مذهب داود الظاهر رحم الله الجميع وأما الشافعي فاتبع الحديث في فرك اليابس ورآه دليلا على الطهارة فإنه لو كان نجسا لم اكتفي فيه إلا بالغسل قياسا على سائر النجاسات فلو اكتفي بالفرك مع كونه نجسا لزم خلاف القياس والأصل عدم ذلك إذن مأخذان للقول بطهارة المني في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشافعي وأحمد وداود وباقي من قال بالطهارة ما هما؟ ما المأخذان؟ فركه من الثوب والاكتفاء بالفرك أو بالدلك إذ لو كان نجسا ما اكتفى بالفرك ولزم غسله بالماء كسائر النجاسات والمأخذ الثاني صلاته صلى الله عليه وسلم في الثوب بعد الفرك حتى لا يقال كان الفرك فقط لإزالة عين المني ثم لعله يغسل لاحقا قام فصلى فيه تقول أفروك هو من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه فدل ذلك على طهارته إذ لو كان نجسا لم اكتفت بالفرك أولا ولما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا قال الشافعي اتبع الحديث في فرك اليابس ورآه دليلا على الطهارة قلت قبل قليل في صدر المجلس فيحتاج هؤلاء إلى الإجابة عن صنيع عائشة رضي الله عنها في غسل المني فلماذا تغسله إذن إن كان طاهرا فلماذا تغسله تطيبا وإزالة لما قد يستقذر ولهذا فإننا سيأتينا في حديث عائشة رضي الله عنها أخرج ذلك أيضا ابن خزيمة بن حبان حديث عائشة بلفظ أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يصلي قال ابن حبان رحمه الله معلقا على الحديث كانت عائشة تغسل المني وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب إليه مالك أين وجه المخالفة ومالك يقول مالك يقول بغسل اليابس منه والحديث يقول يكتفى بالفرك فظاهر الحديث مخالف لما ذهب إليه مالك إذن ماذا نحتاج نحتاج إلى جواب عن هذا نعم قال وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب إليه مالك وقد اعتذر عنه بأن حمل على الفرك بالماء وفيه بعد ليش بعد اعتذر عنه بأن قولها كنت أفركه يعني بالماء ليش وفيه بعد لماذا استبعد هذا التأويل أو هذا الجواب نعم لصريح الروايات الأخرى للحديث نعم لأنه ثبت لأنه ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري وهذا تصريح بيبسه إذن فلا وجه لحمله على الفرك بالماء أو استعمال الماء في الفرك نعم وأيضا في رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا بظفري وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا شكا راوي ومما يصحح هذا أيضا من الرواية غيرا الذي ذكره المصنف حديث عائشة رضي الله عنه وستأتي الإشارة إليه أنكرت على ضيفها لما أعطتهم الحفة فاحتلم فيها فقام فغسلها قالت لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه فربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي فظاهر الروايات الأخرى لا تساعد على ما أجاب عنه أصحاب الإمام مالك رحمه الله من أن الفرك محمول على الدلك بالماء قال وهذا التقابل بين الفرك والغسل يقتض اختلافهما والذي قرب اختلاف ماذا الفرق بين فرك اليابس وغسل الرطب بالماء ومالك رحمه الله سوى بينهما لكن ظاهر الروايات تفرك اليابس وتغسل الرطب منه وهذا لا يساعد على توحيد الحكم في الصورتين قال والذي قرب التأويل المذكور عند من قال به ومن قال به القائلون بنجاسة المني والذي قرب التأويل المذكور عند من قال به ما في بعض الروايات عن عائشة أنها قالت لضيفها الذي غسل الثوب إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه وإن لم تره نضحت حوله فلقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفها هو عبد الله بن شهاب الخولاني كما فجاء مصرحا به في رواية الإمام مسلم فإنها أعطتهم الحفة بات فيها فاحتلم فقام فغسلها فقالت لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيك أو يجزيك أن تغسل مكانه ظاهر كلام عائشة رضي الله عنها وجوب الغسل عند رؤية المني في الثوب لأن قالت يجزيك أن رأيته أن تغسل مكانه فلهذا قالوا هذا أيضا يدل على كونه نجسا لأنها حكمت بذلك والجواب أنها حم إنما أن تقول هو محمول على الاستحباب لأنها ذكرت الفرك أيضا في قولها وإن لم ترى نضحت حوله لقد رأيتني أفركه فاكتفت بذلك رضي الله عنها نعم فحصرت الإجزاء في الغسل لما رآه وحكمت بالنضح لما لم يره وهذا حكم النجاسات فلو كان هذا الفرك المذكور من غير ما ناقض آخر الحديث أوله الذي يقتضي حصر الإجزاء في الغسل ويقتضي إجراء حكم سائر النجاسات عليه في النضح إلا أن دلالة قولها لأحكه يابسا بظفري أصرح وأنص على عدم الماء مما ذكر من القرائن من كونه مفروكا بالماء والحديث الواحد إذا اختلف الطرقه دل على أن اختلاف الروايات فيه والألفاظ التي ينقلها الرواة ليست محمولة على تعدد الحديث لنحمل كل لفظ على حكم حديث مستقل فينظر إلى الجمع بينها بل هو حديث واحد وواقعة واحدة تحكيه عائشة رضي الله عنها عن صنيعها في ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن فقولها إنما كان أجزيك أن تغسل إذا رأيت وتنضح إذا لم تره وإن كان ظاهر يدل على أنه نجس لكن صريح قولي أفركه وفي بعض الألفاظ أحكه يابسا بظفري قال أشد صراحة ووضوحا وتنصيصا على أن ما استعملت الماء على عدم الماء أكثر من القرائن المذكورة كما ساقه المصنف رحمه الله تعالى قال والحديث واحد والحديث واحد اختلف الطرقه وأعني بالقرائن أن نضح لما لم يره وقولها إنما كان يجزيك ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث من الناس من أي فئة القائلين بنجاسة المني نعم قال ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتصر فيها في الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرق قال هذا لا يدل إلا على الفرق من الثوب وليس فيه دلالة على أنه الثوب الذي يصلي فيه ذكر الفرق وحده لا يفيد الطهار ذكر الفرق فرق المني من الثوب وحده لا يفيد الطهار ليش؟ على اعتبار أنه ربما غسله فيما بعد فمتى يكون الفرق مفيدا للطهارة؟ إذا ثبت أنه صلى في الثوب فإذا لا بد من ضميمة المسألة الثانية مع الأولى لاحتمال تقول هذا ثوب نجس طيب هل شيء يمنع أن يبقى الإنسان لابس ثوبه وفيه نجاسة؟ ما في شيء يمنع أن تلبس ثوبا نجسا ما الممنوع؟ أن تصلي فيه هذا هو الممتنع فإذا مجرد بقاء دلالة الحديث على فرق المني لا يدل على النجاسة قال من الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي ذرد فيها ذكر الفرق فقال هذا لا يدل إلى على مجرد الفرق ولا يدل على أنه الثوب الذي يصلي فيه نعم فيحمل قال فيحمل على ثوب النوم ويحمل الحديث الآخر الذي ذكره المصنف وهو قولها فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه على ثوب الصلاة توجيه وجيه أن قول كنت أفرقه يعني ولو كان نجسا ولا دلالة في أنه صلى في هذا الثوب إلا إذا كانت الرواية فيها ما يدل على أن ذاك الثوب الذي فرك فيه المني هو الذي صلى فيه فهل تؤيد هذا الرواية الجواب نعم لأنها قالت فيصلي أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي طيب ربما يقول قائل فركته ثم غسلته ثم صلى فلا إشكال ويبقى قولنا بأنه نجس وأنه ترى ما صلى فيه ولو صلى فيه فبعد غسله أما قالت وإن بقع الماء في ثوبه يعني غسلته هذه روايات في حديث عائشة رضي الله عنها كل هذه يا إخوة المؤاخذات والاحتمالات والإجابات ليبقى الاحتمال القائم بهذا القول وبذاك القول لا يساعد على إلغاء الخلاف في المسألة ولو ترجح عندك القول بالطهارة فلا تحسب أن القول بالنجاسة شاذا أو مطرحا بل لهما آخر ويحتاج إلى نظر وإعمال فكر ومن قال بأنه طهار فالقول بالنجاسة هو الآخر ليس أيضا مما يطرح ويسقط ويعتبر شاذا لا عبرة بالنظر فيه فهذا الحراك الفقه وإعمال النظر في مثل هذا النقاش في القول بطهارة الملي ونجاسته مما يثري ملكة طلاب العلم في النظر الفقهي المرتبط بالمآخر الأصولية والنظر في طرق الاستنباط وربط الأحكام بأدلتها وجوه الدلالة فيها نعم سحن الله إليكم قال رحمه الله ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرق قال هذا لا يدل إلا على الفرق من الثوب وليس فيه دلالة على أنه الثوب الذي يصل فيه فيحمل على ثوب النوم ويحمل الحديث الآخر الذي ذكره المصنف وهو قولها فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه على ثوب الصلاة ولا يقال إذا حملتم الفرق على غير ثوب الصلاة فأي فائدة في ذكر ذلك لأن نقول فائدته بيان جواز لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة وهذه الطريقة قد تتمشى أي طريقة أن قولهم كل حديث ذكر فيه الفرق لا يدل على نجاسة المني لا يدل على طهارة المني لأنه لا يدل على أنه صل في ذلك الثوب قال هذه الطريقة تتمشى قد تقبل وتمشي لو لم تأتي قال وهذه الطريقة قد تتمشى لو لم تأتي روايات صحيحة بقولها ثم يصلي فيه وفي بعضها فيصلي فيه وأخذ بعضهم من كون الفائل التعقيب أنه يعقب الصلاة بالفرق يعني ما في مدة لتقول غسلته ثم صلى يعني رواية أغسله ثم يصلي أفرقه ثم يصلي ربما ثم للتراخ يعني كانت بينهما مدة وغسل فيها الثوب لأن رواية فيصلي لا تساعد لأن فركا يعقوبه الصلاة مباشرة بل أصرح من ذلك أنها أخبرت في بعض الرواية أنه ربما كانت تحته وهو يصلي يعني كما في حديث ابن خزيمة وابن حباه أن كانت تحت المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي هذا عاد ما عاد فيها لا فا ولا ثم وهو في الصلاة كانت تفركه فيدل ذلك دلالة ظاهرة على طهرته طيب ممكن يقال لا بل هو نجس لكنه لم يكن يعلم به صلى الله عليه وسلم وعلمته عائشة لما أبصرته في ثوب فقامت تفركه تبقى ليست هناك دلالة قاطعة تحسم الخلافة تقول إذن القول الآخر يكون باطلا إنما هو راجح ومرجوح وظاهر وآخر أظهر منه وهكذا قال وأخذ بعضهم من كون الفائل التعقيب أنه يعقب الصلاة بالفرك يعني فرك ثم الصلاة عقبه مباشرة ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة ولهذا قال الحافظ بن حجر وهذا التعقيب بالفائي ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة نعم إلا أنه قد ورد بالواوي وبثم أيضا في هذا الحديث يعني أفركه ويصلي أفركه فيصلي أفركه ثم يصلي وردت الروايات المتعددة عن عائشة رضي الله عنها بطرق مختلفة بهذه الألفاظ نعم إلا أنه قد ورد بالواوي وبثم أيضا في هذا الحديث فإن كان الحديث واحدا فالألفاظ مختلفة والمقول منها واحد فتقف الدلالة بالفائي إلا لمرجح لها وإن كانت الرواية بالفائي حديثا مفردا فيتجه ما قاله هذه الطريقة عند المحدثين إذا تعددت الروايات فإما أن يتحد مخرجها أو يتعدد فإن اتحد مخرجها فالحديث واحد وإذا كان حديثا واحدا فاختلاف الألفاظ لا يدل على أنها أحاديث تجمع بينها فإن كان حديثا واحدا تعددت ألفاظه وطرقه ورواياته فتبقى رواية الفاء والواو وثم متساوية ولا تستطيع أن ترجح وحدة على أخرى إلا بمرجح فيقولك قائل أنا يرجح عندي ثم وأن الفاء هنا مجاز وأن ثم هذه للتراخي يدل فيها دلالة غير صريحة على أن بين الفرك والصلاة في الثوب مدة كان يكفي للغسر وإن لم يذكر في الحديث لا تستطيع أن ترجح إلا بمرجح وإن اعتبرت حديث الفاء فيصلي مخرجا مستقلا ورواية وواقعة تختلف عن باقي الروايات فيتجه ما قال إذا اعتبرت الحديث منفردا مستقلا عن باقي الروايات نعم وقوله إلا أن يقوم مرجح قلت لك من المرجحات التي تبين ما هو ظاهر من قال بطهارة المني بعض الروايات كما سمعت في رواية ابن خزيمة وابن حبان لما تقول رضي الله عنها كانت تحكه وهو يصلي فإذا فهذا دل على أنه لا مدة بين الفرك والصلاة بل هو في أثناء الصلاة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله واعلم أن احتمال غسله بعد الفرك واقع لكن الأصل عدمه يعني عند من يقول بأن المني نجس وأن الفرك كان خطوة قبل الغسل وأن فركت وغسلت ثم صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاحتمال وارد أو احتمال ممتنع من حيث الاحتمال العقلي وارد هو احتمال قائم لكن هل هو الأصل أو الأصل عدمه الأصل عدمه لأنه ما ذكر فإذا هو احتمال والأصل عدمه وها هنا مكمن النظر الفقهي في أن تعمل الأصل أو تعمل الظاهر الظاهر يدل على احتمال قائم والأصل يدل على عدم الغسل فكيف تجمع بين هذين هنا نشأ الخلاف الذي أشار المصنف إلى مأخذه أحسن الله إليكم قال رحمه الله واعلم أن احتمال غسله بعد الفرك واقع لكن الأصل عدمه فيتعارض النظر بين اتباع هذا الأصل وبين اتباع القياس ومخالفة هذا الأصل فما ترجح منه ما عمل به لا سيما إن انضمت قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال فإذ ذاك يتقوّل عمل به وينظر إلى الراجح منه بعد تلك القرائن أو من القياس هل يرجح القياس في أصل الخارج الموجب للطهارة بأنها كلها نجسة فيرجح أو تترجح الرواية في ظاهرها مع القرائن مثل فيصلي وكونه يفرك وهو يصلي في الثوب واستبعاد غسل الثوب بالماء والاكتفاء بالفرك وكون الذي تولى ذلك وباشره الراوي وهو عائشة رضي الله عنها كل ذلك يرجح عدم الغسل كما قال المصنف وليس في الشريعة شيء يشبه ما قال به القائلون بنجاسة المني ما هو أنه يفرك ثم يغسل فإنهم يقولون يفرك إن كان نجسا ثم يغسل بالماء وليس في أصول النجاسات وقواعدها في الشريعة ما يساعد على إلحاق المني به فإذا قيل خصوصية الحكم فإن ظاهر الأدلة لا يساعد عليه ولهذا قال المصنف رحمه الله ما آخذ الفقهاء في النظر إما إلى إعمال القياس والمقصود بالقياس كما قلنا في صدر الحديث الوجوه القياسية المتعلقة بكل خارج من مخرج البول يوجب الطهارة فالقياس فيها جعله نجسا أو ترجيح الأصل وهو عدم الغسل والاكتفاء بظاهر الرواية فأن تنظر في أحد الأمرين وترجحه مع الإجابة التي يلتئم معها ما قاله القائل بأحد هذين القولين أحسن الله عليكم قال رحمه الله وقد استعمل في هذا الحديث لفظ الجنابة بإزاء المني وقد ذكرنا أنه يستعمل بإزاء المنع والحكم الشرعي المرتب على خروج الخارج والله أعلم يعني منع من قامت به الجنابة من العبادات التي اشترطت لها الطهارة كمس المصحفي وقراءة القرآن والطوافي والصلاة ونحوها فالجنابة إذن إما ذات المني وإطلاق الجنابة على المني مجاز من إطلاق السبب على المسبب لأن سببه خروج المني فسمي جنابة أو الوصف المترتب يعني الوصف القائم بالبدن الحدث يسمى جنابة وكل المعنيين يطلقوا عليهما جنابة بهذا الاسم هذا الحديث في قول عائشة رضي الله عنه كنت أغسل الجنابة إلى آخر الحديث كما ترى ليس فيه جملة نبوية من قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو حكاية فعل يصف فيه الصحابي وهو هنا عائشة رضي الله عنها ما يتعلق بحكم المسألة ومنها اختلف الفقهاء في حمل هذه الجملة من قولها باختلاف الروايات على ما يستفاد من القول بطهارة المني أو بنجاسته قولها رضي الله عنها وإن بقع الماء في ثوبه من أثر الغسل يعني البقعة من أثر الغسل طيب إما أن يكون أثر الماء بعد الغسل ويحتمل أنه أثر المني بعد الغسل يعني ما دلالة قولها فيصلي فيه وإن بقع الماء في ثوبه هل تقصد أثر الماء بعد الغسل أو تقصد أن أثر المني الذي غسلته باقي الإحتمالات قائماً وعلى القول الثاني بأنها تقصد أثر المني فهو مما يستدل به الفقهاء على أن النجاسة إن ذهب عينها فلا يضر بقاء أثرها أو بقاء لونها ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على الحديث بقوله باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره فهل هذا يقوي قول إن الإمام البخاري رحمه الله صائر إلى القول بنجاسة المني هو كذلك وهو ترجيح منه رحمة الله عليه لهذه المسألة التي سيأتي الكلام عنها أيضاً في الحديث الآتي بعد قليل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وإن لم ينزل قال رحمه الله الشعب جمع شعبة وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه هذا الحديث أصل عند الفقهاء في مسألة إيجاب الغسل بمجرد الجماع وإن لم يحصل إنزال المني فمتى حصل الجماع بين الرجل وامرأته أو جاريته الموطوءة فقد وجب الغسل والمقصود هنا إيلاج الذكر في فرج المرأة بل المقصود كما دلت عليه الأحاديث الأخر إيلاج الحشفة وحده كاف في إيجاب الغسل وإن لم يحصل إيلاج الذكر بأكمله فضلا عن أن يحصل إنزال فهذا القدر هو الذي يستنبط منه الفقهاء هذه المسألة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أحد أحاديث هذا الباب في مسألة إيجاب الغسل نعم الشعب جمع شعبة وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه واختلفوا في المراد بالشعب الأربع لأنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع من هو؟ الزوج طيب ما ذكر في الحديث؟ كما لم تذكر المرأة بين شعبها فجاء بالضمير فلم يسمي الرجل ولم يسمي المرأة في الحديث قال إذا جلس بين شعبها الأربع وسيأتي في كلام المصنف أن هذا كناية عن المرأة وإن لم يأتي ذكرها في السياق اكتفاء بفهم المعنى من سياق الحديث وكذا قوله إذا جلس ولم يذكر الرجل أو الزوج إنما فهم بالسياق الحديث ولا حاجة إلى ذكره وتسميته قال إذا جلس يعني الرجل بين شعب زوجته الأربع اختلف الفقهاء في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام بين شعبها الأربع ثم جهدها يعني جامعها هذا أولا وقبل كل شيء أدب عظيم في الشريعة تجده مبثوثا في نصوصها وهو أن ما يستحى من ذكره كالفروج وأمور الجماع فإن أدب الشريعة يعبر بألفاظ فيها كناية ومجاز يغطي تلك السوآت والقبائح والعورات بذكر ألفاظ مسترة بالحياء وعفيف القول الذي يجمل أدب المسلم في حياته هذا الأدب في الشريعة يتربى عليه بن الإسلام ليكون أحدهم حتى فيما يحتاج إلى ذكره وتعلم حكمه ومدارسة شأنه يكني عن كل ذلك بأجمل الألفاظ والآدام التي يستغنى فيها بالكناية عن الصريح وبالمجاز عن الحقيقة تجمبلا بالأدب واستكمالا للحياء الذي فرضته الشريعة على بني الإسلام فانظر كيف تؤدب الشريعة أهلها وكيف تجعل ممن ينتسب إلى الإسلام متجملا بالأدب حتى في مقام الحاجة إلى السؤال والتعلم وبيان الأحكام فلا عمري ماذا يقال فيما لا حاجة إلى ذكره وليست الضرورة أو الحاجة ملجئة إلى تناوله وذكره والحديث عنه كأن يكون كلاما عاما أو مباحا كسائر المباحات فهذا أولى أن يكون التعفف والحياء والتجمل بالأدب حاضرا في عدم التصريح به وذكره بما يوجب الخجل والحياء هذا إن كان مباحا ولو لم تدعو إليه الحاجة فكيف إن كان مستقبحا مستبشعا وكان من سقط القول وفاحشه الذي يساق مساق التندر أو السب أو الضحك والاستهزاء والسخرية فيجري ذكر العورات وذكر السوآت والتندر بذلك أو توجيه السباب الشتم به فلا جرم أن ما يقع فيه بعض الصفه ممن يجري على لسانهم مثل ذلك القول هو أبعد ما يكون عما جاءت به الشريعة من الأدب الجم ومثل هذه النصوص مدعاة إلى إعمال النظر فيها وإعادة تقرير جانب الأخلاق والآداب وتربية بن الإسلام عليه والنبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الأمة لو أراد أن يقول إذا أولج ذكره في فرجها فقد وجب الغسل لكن الأدب العظيم فقال إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فلذلك جاء العلماء قالوا ماذا قصد بالشعب الأربع هل المقصود يداها ورجلاها لأنه ذكر عددا أربع شعب جمع شعب فما المقصود بشعب المرأة الأربع أهو يداها ورجلاها أم رجلاها وفخذاها أم فخذاها وطرفا فرجها أي كان فهو أدب وكن به والسامع فهم المراد أن الرجل إذا مقعد من المرأة كما يقعد الرجل من زوجته حال الجمع هذا كافي أن تفهم هذا المراد بغض النظر عن تحديد الشعب الأربع ما هي ذكروا فيه المصنف ذكر ثلاثة أقوال وغيره أوصلها إلى خمسة وستة متقاربة لكن المقصود المفهوم واحد نعم قال واختلفوا في المراد بالشعب الأربع فقيل يداها ورجلاها أو رجلاها وفخذاها وقيل قدماها وفخذاها أيضا هذا قول ثالث نعم أو فخذاها وإسكتاها أو نواحي الفرج الأربع الفخذان والإسكتان والإسكتان كما قال المصنف رحمه الله بكسر الهمزة وإسكان السين المفرد منه إسكن وهو المقصود به أيضا فرج المرأة والإسكتان طرف الفرج وقيل نواحي الفرج الأربع يعني الظاهران والباطنان وفسر الشعب بالنواحي وكأنه تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل تحويم يعني فسر الشعب بنواحي الفرج تقريب من الحقيقة الموجبة للغسل ما الموجب للغسل؟ التقاء الختاني وليس مجرد الجلوس يعني لو جالس الرجل بين يدي زوجته أو بين رجليها مجرد الجلوس يوجب الغسل؟ لا قال ثم جهد فمجرد الجلوس بين اليدين والرجلين وبين الفخذين ليس وحده لكنه كما قال المصنف تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل قال والأقرب عندي أن يكون المراد اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين ويكون الجماع مكنيا عنه بذلك ويكتفى بما ذكر عن التصريح وإنما رجحنا هذا لأنه أقرب إلى الحقيقة إذ هو حقيقة في الجلوس بينهما وأما إذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينها حقيقة وقد يكتفى بالكناية عن التصريح لاسيما في أمثال هذه الأماكن التي يستحيا من التصريح بذكرها وأيضا فقد نقل عن بعضهم أنه قال الجهد من أسماء النكاح قال ثم جهدها يعني ثم نكحها فالجهد من أسماء النكاح نعم قال وأيضا فقد نقل عن بعضهم أنه قال الجهد من أسماء النكاح ذكر ذلك عن الخطابي وعلى وأيضا جاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير أن الجهد من أسماء النكاح لكن الفاكهان قال لم أرى هذا القول يعني قول الخطابي في شيء من دواوين اللغة المشهورة وأكثر ما قاله الجوهري وغيره في كلمة جهد الجاهد الشهوان فعلان من الشهوة قال وهو أعم من أن يكون للنكاح وغيره انتهى كلامه رحمه الله قال وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن يجعل قوله جلس بين شعبها الأربع كناية عن الجماع فإنه صرح به بعد ذلك نعم إذا قلت جهدها بمعنى نكاحها إذا لا حاجة إلى قول إذا جلس بين شعبها الأربع لأن المقصود هو النكاح الوطء فإذا حصل فلا حاجة لأن تقول إذا جلس فلكن إذا قلت جهدها إنما هو على معنى آخر هو أيضا كناية عن الجماع وليس صريحا بالنكاح فإنه من الجهد وهو التعب أو المشقة نعم وقوله في الحديث قال وقوله في الحديث ثم جهدها بفتح الجيم والهاء أي بلغ مشقتها يقال منه جهده وأجهده أي بلغ مشقته وهذا أيضا لا يراد حقيقته وإنما المقصود منه وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل وهذه كلها كنايات يكتفى بفهم المعنى منها عن التصريح وقوله بين شعبها الأربع كناية عن المرأة وإن لم يجر لها ذكر اكتفاء بفهم المعنى من السياق مثل قوله إذا جلس أيضا لم يجر ذكر للرجل وفهم منه أنه الزوج مع امرأته قال اكتفاء بفهم المعنى من السياق كما في قوله عز وجل حتى توارت بالحجاب ما هي؟ نعم وإن لم يجر لها ذكر ما ذكرت لكن السياق يفهم في قول سليمان عليه السلام إذ عرض عليه بالعشي الصافينات الجياد فقال إني أحببت الحب أحببت الخير عن ذكر ربي حتى توارت ما ذكر الشمس؟ لكن فهم من السياق فهكذا هو مقتضى البلاغة العربية والقرآن وفي أسماء مراتبه في مقام البلاغة يفهم منه ذلك إذن مقتضى الحديث أن المقصود وجوب الغسل بالجماع وإن لم يحصل إنزال لأن الحديث قال إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهدها يعني إذا نكحها يعني إذا تم الإيلاج فقد وجب الغسل ومع ذلك فهذا اللفظ عند مسلم من بعض الطرق قال وإن لم ينزل وأشار إليه المصنف لفظ وإن لم ينزل فصار هذا صريحا في أن الموجب للغسل إما إنزال المني أو حصول الجماع ولو لم يحصل إنزال فإنه أيضا موجب للغسل فدل ذلك على أصل عام في الشريعة اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة بل جمهور فقهاء الأمة في كل الأجيال ولم يعد المخالف فيه إلا قولا شاذا خصوصا بعد تتابع الأئمة والفقهاء من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى من بعدهم في القول بمقتضى دلالة الحديث وللحديث ألفاظ إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل في لفظ عند أبي داود ألزق الختان بالختان قال إذا جلس بين شعبه الأربع وألزق الختان بالختان بدل قوله ثم جهدها فكان هذا الحديث مدار قول العلماء في الأمة من المذاهب كافة أن حصول الجماع في النكاح بين الرجل وامرأته موجب للغسل ولا يشترط لذلك إنزال المني نعم قال وقوله بين شعبها الأربع كناية عن المرأة وإن لم يجر لها ذكر اكتفاء بفهم المعنى من السياق كما في قوله عز وجل حتى توارت بالحجاب الحكم عند جمهور الأمة على مقتضى هذا الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال وخالف في ذلك داود وبعض أصحابه الظاهرية وخالفه بعض الظاهرية ووافق الجماعة يعني بعض أتباع داود لم يوافق إمام مذهبه بل صار إلى ما قاله الجماعة في إيجاب الغسل قال خالف في ذلك داود قال الإمام بن العربي رحمه الله تعالى إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة فمن بعدهم وما خالف فيه إلا داود قال ولا عبرة بخلافه قال ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك فإنه لو لا خلافه ما عرف وحيانا نشتد بن العربي رحمه الله في موقف الظاهرية قال لو لا خلافه ما عرف قال وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك وحكمه بأن الغسل أحوط وهو أحد علماء الدين واسترسل في روايات الإمام البخاري رحمه الله في الباب وهو قائل فيما يبدو من صنيعه بإيجاب الغسل إذا حصل إنزال فاستكثر على إمام البخاري هذا المأخذ وتجاوز نقاش ما ذهب إليه داود رحم الله الجميع وعن عمر رضي الله عنه فيما أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والطحاوي في معاني الآثار من خالف في ذلك جعلته نكالا لما استبان الصحابة وتبين لهم أن الغسل يجب وإن لم يحصل إنزال فكأنه إطباق من الصحابة لا يعرف بينهم خلاف مع أن الحافظ ابن حجر قال نفي الخلاف بين الصحابة غير مسلم لأنه مشهور عنهم نعم لكنه ثبت عن جماعة منهم خلاف ذلك وعلى كل حال فهي مسألة إن حكي فيها الإجماع فقد ينتقد بذكر بعض من خالف فيه فلا يستقيم إجماع نعم هو قول الكافة والأغلب من كل طبقات الأمة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم لكن هذا الشيء وحكايته إجماعا أطبق عليه الناس شيء آخر لأن مخالفة الإجماع ليست باليسيرة والحكم بقول كونه خلاف ما عليه الجماهير والأكثر والأغلب خلاف ما حكم عليه بأنه مخالف للإجماع نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومستند الظاهرية قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء الحديث عند مسلم في الصحيح يعني إنما الماء الموجب للغسل من الماء الذي يخرج من الإنسان بالمني فالماء الأول ماء الطهار والماء الثاني ماء الإنسان ماء الرجل أو المرأة المني الحديث ظاهره يقتضي الحصر أنه لا اغتسال إلا إذا حصل إنزال إنما الماء من الماء إنما الماء في الغسل من الماء الذي يخرج من الإنسان فظاهره يقتضي الحصر نعم وقد جاء في الحديث قد جاء في الحديث إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ ذكره الترمذي من حديث وبي بن كعب رضي الله عنه وقال حسن صحيح هذا جواب على قول الظاهري ومن صار إليه مما استندوا إليه قال الحديث إنما الماء من الماء حصر وهو أقوى من دلالة الأحاديث الأخرى يعني داود الظاهري لم يخفى عليه الحديث إذا جلس بين شعابه الأربع لكن عنده هذا الحديث أقوى وأصرح فما جواب العلماء كافة أنه حديث منسوخ إنما الماء من الماء كما قال هنا كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخ كما ذكره الترمذي من حديث أبي بن كعب هو قول علماء الأمة كافة أنه كان في أول الإسلام الحديث صحيح فلا سبيل إلى تضعيفه ولا نحتاج إلى تأويل بل هذا ناسخ ومنسوخ والناسخ له حديث إذا جلس بين شعابها الأربع وأمثاله في فوائد الحديث قبل الانتقال إلى آخر حديث الباب وخاتمته في حديث جابر رضي الله عنه قوله إذا جلس بين شعابها الأربع فيه أسلوب الشرط الذي تقدم مرار المعنى من أول مدرستنا للكتاب أنه يفيد مسألتين عصوليتين إحداهما العموم في كل وقت يحصل فيه هذا يترتب عليه الحكم المشروط كلما حصل جلوس وحصول الشرط يترتب حصول المشروط والفائدة الثانية الشرطية تعليق الحكم بالشرط فلا يجب الغسل إلا إذا تحقق القيد ما القيد الجلوس والنكاح إذا جلس ثم جهدها هذا القيد هاهنا كما يقول ابن دقيق العيد خرج مخرج الغالب لأن الجلوس بين شعبها وجهدها ليس شرطا لوجوب الغسل بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل فقوله فقد وجب الغسل هو قيد هو مشروط بقيد لكنه خرج مخرج الغالب الفائدة الأخرى في قوله فقد وجب الغسل فيه دلالة على أنه ليس على الفور لا يجب لاغتسال فور الجماع وأحاديث أخرى مضت في الباب منها أحاديث الأسبوع المنصر في المجلس الماضي في حديث عمر رضي الله عنه يرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو إجماع أيضا من الفوائد في الحديث كما يقول ابن الملقن رحمه الله وجوب الغسل ووجوب المهر وغيرهما متعلق بتغييب الحشفة في فرج المرأة ولا يشترط إيلاج جميع الذكر قالوا هذه مسائلها كثيرة مسألة تغييب الحشفة أوصلها الجوين إلى ستين مسألة وأصلها غيره إلى نيف وسبعين وأصلها بعض المالكية إلى نيف وثمانين قال وقد جمعت منها ما تيسر من ذلك في أوراق مفردة ولله الحمد نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال صاع يكفيك فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه محمد بن الحلفية هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنهما يرويه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر هو راوي الحديث هذا عن جابر رضي الله عنه والقائل في نقاشه لجابر ما يكفيني هو كما قال المصنف رحمه الله تعالى الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب بن عمه فهذا الحديث فيه ذكر بعض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بحضرة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وفيه سؤالهم إياه عن هذه القضية وهي مسألة المقدار الذي يغتسل به المسلمون وإنما ذكر هذا السبب في بعض روايات الحديث كما أخرج النسائي في روايته قال تمارينا في الغسل عند جابر فكان هذا مثار السؤال الذي حملهم على توجيه السؤال إلى جابر رضي الله عنه إذن فالسائل هو محمد المذكور في الحديث راويلا محمد بن زين العابدين والقائل ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب بن عمه فهذا الحديث الذي دار أصبح مرجعا وأصبح مستندا لمسألة فقهية يقرر والفقهاء في مقدار ما يغتسل به المسلم فيما يروى ثابتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرع المصنف رحمه الله تعالى مباشرة في ذكر مسائل الحديث وما يتعلق به ولم يجري على عادته في التعرض لروات الحديث وذكر منهم هاهنا محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر ابن عبد الله محمد راوي الحديث هذا هو الملقب بالباقر وهو أبو جعفر وابنه جعفر الملقب بالصادق محمد الباقر راوي الحديث هنا الذي كان هو وأبوه علي بن حسين زين العابدين جعفر محمد الباقر قيل لقب بالباقر لأنه بقر العلم يعني شق عن مشكلاته وغوامضه وهو أحد أئمة آل البيت وساداتهم إمامة وعلما وصلاحا وشأنا عظيما وآل البيت رضوان الله عليهم من أجلة الصحابة وأولادهم أيضا من أجلة التابعين ولد سنة ست وخمسين وتغفى سنة أربع عشرة ومئة دفن في البقيع في القبر الذي فيه أبوه زين العابدين وعم أبيه الحسد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا أما زين العابدين أبوه لما قال كان هو وأبوه عند جابر أما زين العابدين فمن أكابر سادات أهل البيت ومن أئمة التابعين ممن ارتفع قدره وعلى شأنه في الأمة في زمنه رضي الله عنه فلا يكاد يطبق العلماء على تفضيل أحد في زمانه عليه في دين ولا في دنيا في صلاحه وإمامته وفقه يقول الزهري ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسيد بن علي رضي الله عنهم جميعا وأما جده فريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسيد بن علي بن أبي طالب الشهيد سيد شباب أهل الجنة وأصغر من أخيه الحسد بعام رضي الله عنهما جميعا وقوله عنده قوم وقبل هذا ذكر أيضا في آخر الحديث فقال رجل ما يكفيني لم يكن الرجل هنا هو راوي الحديث محمد بن زين العابدين بل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب لما قال ما يكفيني قال رجل ولم يسمها هنا واكتفي بالإشارة إليه والمقصود به هو كما تقدم في بعض الروايات مسمى باسمه ولهذا قال الشيخ عبد الغني المقدسي الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب كنيته وأبو محمد هو أيضا من أجلة التابعين قال عمر بن دينار أخبرني الحسن بن محمد ولم أرى أحدا قط أعلم منه كان يقال له بن الحنفية لأنه أبوه محمد بن الحنفية لأن أباه محمدا ابن علي بن أبي طالب ليس شقيقا للحسن والحسين فإن الحسن والحسين أمهما فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها لكن أخاهم محمدا ابن علي بن أبي طالب ليس شقيقا لهم بل أمه امرأة من بني حنيفة تسمها خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة بن لوجين قيل إن كانت من سبي بني حنيفة سبيت في حرب اليمامة في قتال المرتدين سنة إحدى عشر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل هي أما كان أبو بكر رضي الله عنه قد صالحهم على ما في أيديهم من الرقيق وهبت لعلي رضي الله عنه فكانت عنده جارية وطئها بملك اليمين فأنجبت له محمدا فكان يعرف محمد ابن علي رضي الله عنه أخو الحسن الحسين كان يعرف بمحمد بن الحنفية شهرة بذلك وانتسب إلى أمه أشهر من نسبته إلى علي فلذلك ازداد إضاحا ولو قالوا محمد بن علي ربما ما عرف فإذا قيل محمد بن الحنفية يعني الذي كانت أمه من بني حنيفة من أبناء علي رضي الله عنهم جميعا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الواجب في الغسل ما يسمى غسل طيب إذن هذا هو مدار الحديث في مقدار الغسل الذي يحصل به وقد علمت أن سبب كلام جابر رضي الله عنه ما صار عنده من سؤال الرواية الوافية في صحيح البخاري في سنده قال حدثني أبو جعفر قال لي جابر أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية فقال كيف الغسل من الجنابة قال جابر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا هذه الرواية عند البخاري فيها استفاء لسبب إدارة السؤال وفيها تصريح بأن السائل أو المناقشة لجابر رضي الله عنه والحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب ابن الحنفية والحديث أيضا عند مسلم قال كان إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاثة حثيات من ماء فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير قال جابر يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الواجب في الغسل ما يسمى غسلاء وذلك بإفاظة الماء على العضو وسيلانه عليه فمتى حصل ذلك تأدى الواجب وذلك يختلف باختلاف الناس فلا يقدر الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ به بقدر معلوم قال الشافعي وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي الواجب في الغسل ما يتحقق به ما يسمى غسلاء يعني الغسل تعميم البدن بالماء قال بإفاظة الماء على العضو إذن أنت تقول الغسل إما أن يطلق على مجرد الإفاظة إفاظة الماء على البدن أو على إفاظة الماء مع الدلك ومن يشترط في الغسل في غسل الجنابة الدلك لأعضاء البدن بالماء فظاهر الحديث لا يدل عليه لا يتم الاستدلال على لزوم الدلك ولا على عدمه بل على مجرد تعميم البدن بالماء وإفاظته عليه فكأنه يقول الإفاظة تسمى غسلا والأصل براءة الذمة عن زيادة الدلك فلذلك قال الواجب في الغسل ما يسمى غسلا بإفاظة الماء على العضو وسيلانه حتى لا تقول إن العضو لم يستوفي حقه من الماء فمتى حصل ذلك تأدى الواجب طيب السؤال كم مقدار الماء قال هذا يختلف باختلاف الناس فصغير البدن قليل البنية ليس كالضخم عظيم الجرم الذي يحتاج إلى مقدار من الماء أكثر من غيره وأيضا يختلف باختلاف الأوقات ويختلف باختلاف الأحوال فكل ذلك دلال على أنه لا ينضبط بمقدار محدد قال فلا يتقدر الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ بقدر معلوم وإلا للزم من ذلك مشقة وحرج في أن تقول لإنسان عظيم البدن لا تغتسل إلا بصاع فلو زاد على الصاعي كان متجاوز للحد المشروع أو آثما أو فاعلا ما لا تصح به طهارته طيب فلماذا جاء التحديد في الحديث؟ جاء لبيان صنيع رسول الله عليه الصلاة والسلام هل هو تحديد في الشريعة؟ الجواب لا إنما هو تقدير يصير إليه المرء اتباعا للسنة وما أجمل قول الشافعي رحمه الله الذي ساقه المصنف هنا وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي يعني البسألة عائدة إلى إلى استعمال الشخص للماء وحسن تدبيره له فربما كان مرتفقا بالماء القليل فيكفيه وربما كان مبذرا خريقا في صنيعه بالماء الكثير فيسكب جالونا عشرين لتر ومغتسلا ولا عمم بدنه بالماء فهذه مشكلته هو قال وقد يخرق بالكثير فلا يكفي نعم قال واستحب أن لا واستحب يعني الشافعي قال قال الشافعي وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي واستحب أن لا ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء من مد لماذا لا ينقص؟ لأن هذا القدر هو الثابت في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلو اغتسل بأقل من صاع صح أو لم يصح صح لكنه يستحب أن لا ينقص عن صاع في الغسل وعن مد في الوضوء قال وهذا الحديث أحد ما يستدل به على الاغتسال بالصاع وليس ذلك على سبيل التحديد وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات وهو ذليل على ما قلناه من عدم التحديد اختلاف الأوقات وقت يكون الماء عنده كثيرا متوفرا ووقت يقل عنده الماء فيقتصد جدا في استعماله إلى الحد الأدنى اختلاف الحالات السفر ليس كالحضر والسفر الماء فيه قليل ومحتاج إليه بخلاف الإقامة والحضر فيسهل إحضار الماء وجلبه فاختلاف الأحوال دلت منه الأحاديث على مقادير مختلفة وطول مصنف رحمه الله سوق الأحاديث التي تعرض لها بعض الشراح كما ساق الصنعان جملة منها ما أخرج مسلم في حديث سفينة أنه كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع هذا كحديث الباب في حديث جابر وافقه في حكاية المقدار أخرج السمعاني من حديث أم سعد الوضوء مد والغسل صاع بنفس المقدار وسيأتي أقوام يستقلون ذلك أولئك خلاف أهل سنتي والآخذ بسنتي معي في حضيرة القدس الحديث كما يقول الحافظ بن حجر فيه متروك ويقصد به عنبسة بن عبد الرحمن فلا يصح حديث أم سعد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة منها ما أخرج الطبارين من حديث أبي أمامة أنه توضأ بنصف مد قال الحافظ بن حجر فيه متروك والمراد به الصلت بن دينار أخرج البيهقي بأقل من مد أخرج ابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد والحديث صحيح أنه توضأ بنحو ثلثي مد وهذا وارد على من يستحب المد أنه ثبت أيضا بأقل من مد وهو الثلثان هنا في حديث ابن خزيمة وابن حبان وكذلك أخرجه أبو داود والنساء من حديث أم عمارة وصححه أبو زرعة من حديث أم عمارة عند مسلم من حديث آنس كان يتوضأ بالمد ويغتسر بالصاع إلى خمسة أمداد يعني صاع ومد وفي مسلم أيضا من حديث حذيفة كان يغتسر بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك ما المكوك؟ المكاكيك جمع مكاكيك كان يغتسر بخمس مكاكيك يعني بصاع ومد ويتوضأ بمكوك فسر النووي المكوك بالمد وفيه أيضا من حديث عائشة في مسلم أن كانت تغتسل هي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء يسع ثلاثة أمداد أو قربها من ذلك يعني أقل من صاع وفيه أيضا في مسلم أن كانت تغتسل في القدح وهو الفرق وفسره سفيان بثلاثة آصع تفاوتت الرواية من صاع إلى ثلاثة آصع وفي الوضوع من مد إلى ثلثي مد وهو أصح من رواية النصف التي لا تصح بسبب اختلاف الرواة فهذه الروايات المختلفة كما قال المصنف دليل على ما قلناه من عدم التحديد طيب ولماذا تفاوت فمرة توضأ بمد ومرة بثلثي مد مرة اغتسل بصاع ومرة بثلاثة آصع ومرة بصاع ومد قال لاختلاف الأوقات والحالات نعم أحسن الله أليكم قال رحمه الله وصاع أربعة أم طيب إذن اختلاف الروايات في تحديد المقادير منه تستطيع أن تقول لا دليل على استحباب المد لأنه قد ثبت أقل من ذلك وأنه لا يستحب النقص عن المد يخالفه ثبوت رواية الثلثين كما تقدم في حديث ابن خزيمة وابن حبان وأبي داود رحم الله الجميع نعم قال وصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم والمد رطل وثلث بالبغدادي حرص العلماء منذ فقهاء السلف الأوائل لتحديد المقادير هذه الصاع والمد بالمقادير الموزونة ليتحقق ضبطها وإلا فالتقريب في ذلك أن يقال في المد هو اجتماع الكفين المعتدلتين ملء الكفين المعتدلتين اجتماع الكفين هكذا فما ملئ فيهما من ماء أو من حب يقال له مد والصاع أربعة أمداد وإنما يقال ملء الكفين المعتدلتين ليكون وسطا فليست الكفان الصغيرتان ولا الضخمتان الكبيرتان بل هما المعتدلتان وهي مقدار كفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاع مفردة تذكر وتؤنث ويقال فيه أيضا صوع وصواع ولمن جاء به قال نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد فصواع وصوع وصاع ثلاث لغات في الكلمة وهو أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم قال والمد رطل وثلث بالبغداد يعني بالمقدار الرطل البغداد الذي كان معروفا هذا عند الجمهور لأمة الثلاثة والرطل أيضا قدره الفقهاء بالميزان مائة وثلاثون درهما ورجح بعض منهم مائة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع فمن قال مائة وثلاثين ماذا صنع جبر الكسر لأن الفرق أقل من درهمين في الميزان ولهذا يقول الحافظ ابن حجر بيّن الشيخ الموفق سبب اختلاف العلماء في ذلك فقال إنه كان في الأصل مائة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع ثم زادوا فيه مثقالا رأوه جبر الكسر فصار مائة وثلاثين قال والعمل على الأول لأنه هو الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء نعم أحسن الله أديكم قال رحمه الله وأبو حنيفة يخالف في هذا المقدار ولما جاء صاحبه أبو يوسف إلى المدينة وتناظر مع مالك في هذه المسألة استدل عليه مالك بصيعان أولاد المهاجرين والأنصار الذين أخذوها عن آبائهم فرجع أبو يوسف إلى قول مالك رو البيهقي في السنة الكبرى قصة اجتماع أبي يوسف مع الإمام مالك بسند جيد كما قال الحافظ بن حجر وهو قوله أن أبا يوسف سأل الإمام مالكا بحضرة أمير المؤمنين عن الصاع كم رطلا هو فقال السنة عندنا أن الصاع لا يرطل ما يعني لا يرطل؟ لا يقاس بالرطل فكان جوابا غير متوقع عند أبي يوسف لأنه يريد الترجيح بين ما صار إليه الإمام وبي حنيفة من كونه رطلين كاملين وما صار إليه جمهور من كونه رطلا وشيئا أو رطلا وثلثا وثلثا فأراد أن يسأل مالكا عن ترجيحه فأغلق عليه الجواب قال الصاع عندنا لا يرطل قال أبو يوسف فقدمت المدينة فجمعنا أبناء الصحابة ودعوت بصاعاتهم فكل يحدثني عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن هذا صاعه الذي هو صاع النبوي قال فقدرتها فوجدتها مستوية فتركت قول أبي حنيفة ورجعت إلى هذا وهذا أيضا مما يستدل به على مثال ما قرره الإمام مالك في الاحتجاج بعمل أهل المدينة كصفة الأذان ومقدار المد والصاع فإنها متوارثة وينقلها الناس ليست بمقادير محددة بل بشيء محسوس مسموع أو مأخوذ بالتوارث عن آبائهم قال فرجع أبو يوسف إلى قول الإمام مالك رحم الله الجميع وهذا لقيام الدليل عنده ووضوحه وصحته وهذا من تجرد أئمة الإسلام وعلمائه العظام في اتباع الحق بدليله إذا تبين قال الإمام النوي رحمه الله في شرحي لصحيح مسلم أجمع العلماء على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر قال ابن الملقر رحمه الله في نقل هذا الإجماع نظر فقد قال القاضي عبد الوهاب من الناس من حكي عنه أنه لا يجوز الاقتصار في الوضوء على أقل من مد وفي الغسل على أقل من صاع لورود الخبر بذلك وأفاد غيره من المالكية أن هذا القول حكي في مذهب مالك قال وهذا لا معنى له لأن ذلك إنما ورد على أنه إخبار عن القدر الذي كان يكفيه صلى الله عليه وسلم لا على أنه لا يجزئ دونه وإنما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصار وترك الإسراف وقد أجمعوا على النهي عن الإسراف في الماء وإن كان على شاطئ نهر جار والأظهر عندنا أنه للتنزيه لا للتحريب قال وخالفت الإباضية من الخوارج في أن الإقلال من صب الماء سنة قال ولا عبرة بهم أيضا من فوائد الحديث قال ثم يفرغ على رأسه ثلاثا فيه استحباب التثريث كما تقدم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا من فوائد الحديث قوله ثم أمنا في ثوب لا علاقة له بمسألة الغسل ومقدار الماء المغتسل به بل دل على مسألة أخرى في الفقه وهي جواز الصلاة في ثوب واحد وإن كان المصلي إماما وروي عن جابر رضي الله عنه أن صلى وثيابه موضوع يعني كان بإمكانه أن يلبس أكثر من ثوب كإزار ورداء ونحوه وقال لألا يراني أحمق مثلك يعني فيتوهم عدم جواز ذلك والحديث أيضا فيه أصل عظيم لصنيع الصحابة ما هو؟ لا في أصل الحديث وهو ما حصل بحضرته من السؤال عن الغسل ربط شأنهم والأحكام التي يسألون عنها بالاستدلال يعني مصدر التلقي ومصدر التشريع كان منهجا رضي الله عنهم في ربط ذلك يرجعون إلى ما يحفظونه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أحواله فإن جابر رضي الله عنه لما كان عنده آلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسألوا عن الغسل أجابهم بالصاع لما أجاب أحدهم قال ما يكفيني ماذا رد؟ قال يكفي من هو خير منك وأوفى منك شعرا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فكان تربية على أن المنهج متى ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس إلا السمع والطاعة والانقياد وتوطين النفس على هذا التلقي العظيم وفي الحديث أيضا أصل من أصول عظيمة في الرجوع إلى الحق وفي عدم الاسترسال وراء شيء من دعاوى النظر أو حتى إن كان وسوسة أو خاطرة يقول لا يكفيني فيريد بذلك أنه يحتاج إلى مزيد من الماء لاستعماله فدل الحديث على استحباب لا أكثر مع اختلاف النصوص الواردة في تقديري ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في استعمال الماء في الوضوء وفي الغسل لكن مبنى الأحاديث والروايات على اختلافها قائم على الاقتصاد في استعمال الماء واليوم عمت البلوى باستعمال الماء الممثتح المنهدر المسترسل في الصنابير وفي المياه المفتوحة وهذه دعوى أيضا إلى حاجة إلى مراجعة الممارسات إلى تطبيق أقرب إلى السنة واقتصاد في استعمال الماء وأن ذلك كاف وما توطن المرء نفسه حصل له الوضوء بمقدار المد هو اجتماع الكفين المعتدلتين ومع استياد الناس الإصرافة في استعمال الماء قد لا يتصور أحدهم أن هذا المقدار الذي يجمع فيه الكفان بملء اليدين المعتدلتين من الماء كاف لوضوء يشمل قصل جميع الأعضاء لأنه يجعل هذه الكفين غرفة في غصلة واحدة في وجهه وانتهت فلا يتصور أن هذا كاف لوضوءه كله ويستبعد ذلك تماما لكنه لو أدرك أنه استعمال فيه اقتصاد مع حرص وقد قال الشافعي ربما كان قليلا يستعمل فيه شيئا من التدبير وحسن الماء فيكفيه وربما كان أكثر من ذلك فلا يصنع قد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي وعامة ما يقع فيه الناس اليوم هو خرق في استعمال الماء وعدم حسن تدبير فيه والله تعالى أعلم تم لنا بحمد الله باب الجنابة وهو خامس أبواب كتاب الطهارة ومجلسنا القادم إن شاء الله تعالى في سادس الأبواب وهو باب التيمم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين